بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الثانية قسم تقنيات المختبرات الطبية اليوم ان شاء الله رح ناخد اللاب الاول للفصل الثاني اللي هو نيرفوس سيستم الجهاز العصبي اتعرف شنوع نيرفوس سيستم والوظائف ماته واذا اكو بيه امراض وشون شخص الامراض الموجودة بيه والى اخرين النيرفوس سيستم الجهاز العصبي اللي هو نسق السلوك وينقل الاشارات الموجودة بداخل الجسم في مناطق مختلفة بالجسم انفرتبريت بالفقرات يتكون من جزئين اساسيين كولد اول واحد من عدهن ده سنترال نيرفوس سيستم اللي هو مختصر مع ده سي ان اس الجهاز العصبي المركزي وده بريفرال نيرفوس سيستم اللي هو بي ان اس الجهاز العصبي الجانبي ده سي ان اس لكل جزء موجود بالجسم فإذا نضيفتها كلش مهمة لنيرف لكن تضمن أجزاء أخرى موجودة بالجسم اللقد الجانبية Sympathic and Parasympathic Ganglia and the Enteric Nervous System اللي هو الجهاز العصبي المعوي A semi-independent part of the nervous system جهاز أو جزء موجود يكون شبه مستقل عن الجهاز العصبي whose function is to control the gastro-intestinal system وتكون وظيفة السيطرة على الجهاز المعوي أو الجهاز الهضمي فإذا هذا الجهاز يكون Enteric Nervous System يكون شبه مستقل عن الجهاز العصبي وتكون الوظيفة ماته whose function is to control the gastro-intestinal system At the cellular level, the nervous system is defined by the presence of a special type of cell على المستوى الخلوي الجهاز العصبي يعرف على أنه وجود a special type of cell وجود خلية معينة النوع خاص تسمى النيرون اللي نعرفه احنا التسميماتها اللي هي also known as nerve cell خلايا عصبية Neurons have special properties that allow them to send signals rapidly and precisely to other cells اللي هي النيرون عندها خصائص خاصة تسمحها بنقل الإشارات بصورة سريعة جدا to other cells للخلايا الأخرى تمام؟ هذا كل ما يتعلق بالNervous System كintroduction إلا وكتعريف نحن نأخذ two major components of nervous system مكونين أساسيين من الجهاز العصبي نحن 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 نح أو بعيدة من الجهاز العصبي المركزي والأعصاب وهو تجمع أجسام أو أجسام خلايا العصبية خارج الجهاز العصبي المركزي وهو central nervous system nervous tissue consists of two major types of cells النسيج العصبي يتكون من نوع الأساسيات من الخلايا أول واحد للنيرونز والثاني واحد جليل سيلز لأن الخلايا العصبية هو الخلايا الدمقية النيرونز responsible for conduction, propagation and reception of nervous embosses يكون الجهاء النيرونز مسؤولة على الحركة أو توصيل وpropagation التكاثر واستقبال nervous embosses النبضات العصبية processes called axons or dendriots extend from these cells وتمتد العمليات اللي تسمى ونطلق عليها المحاور أو تشعبات من هذه الخلايا extend from these cells أسرح نجعل النوع الثاني اللي هو الجليل الخلايا الدبقية نيرو جليل cells associated with neurons هذن الخلايا راح يتعاون نويا نيرونز nervous cells no axons or dendriots بدون لا محاور ولا تشابك these cells are involved in nutrition, support, insulation, protection of neurons هذن الخلايا بشنو يساعدن وظيفتن وظيفتن انو تساعد النيرونز الخلايا العصبية بالتغذية ودعمهن والعزل وحمايتهن إلى آخرين هاي بالجليل cells if brain or spinal cord are sectioned we find out that two major areas of brain tissue may be defined on the basis of their color and fixed and stained tissue in living tissues gray matter is actually pink كل نونها pink due to blood in the many capillaries causing through this tissue هذن سرح ناخذ gray matter وال white matter the gray matter كوان من neurone pericaria والجليل باديزية والجليل cells والعاكسونز المحاور خلايا الدبقية والدينبريتز تشابك والسينابسيس اللي هو تشابك العصب ال white matter تكون من الأكسون plus myelin sheets and gilel cells no neuron pericaria no synapses فارقها عن الجريماتر ما بيضن للنين types of neurons انواع الخلايا العصبية there are three major categories serve to describe most neurons لث انواع عندين ملتيبولر البايبولر والسينابولر الملتيبولر move more than two processes أكثر من عمليتين لone axon plus multiple dendrites محور واحد أضافة إلى تشعبات متعددة most of neurons in brain and spinal cord are of this type أكثر الخلايا العصبية موجودة بالبريين والسينابولر تكون من هذا النوع اللي هي ملتيبولر تمام البايبولر two major processes axon and dendrite than right but may be branched at ends اللي بتكون بإلها تفرعات بالنهايات monotensens يعني neurones in retina cochlea and olifactory epithelium are of this type اللي هي شبكة العين والقوقعة وحاسة الشم بتكون من هذا النوع بالبايبولر رح نيجي عليه السيتو unipolar two major processes that are fused along portions close to pericarion found in spinal ganglia and some cranial ganglia اللي يلقاها أقدر بالعقد الشوكية والعقد القحفية cranial ganglia what is the function of the nervous system السريد عرف شنية الوظيفة الموجودة أو الوظاف اللي يديها الجهاز العصبي the nervous system is involved in receiving information about the environment around us يعني الحس حسية وظيفة حسية جهاز العصبي مسؤول على استلام المعلومات الموجودة والمحيطة داخل البيئة مالتنا and generating responses to that information ويولد استجابة لهاي المعلومات اللي أخذها من المحيط القريب عليه وين التواقف وين مثلا تمشي بأي مكان هو هذا يأخذ هاي الانفورميشن يأخذ هاي الانفورميشن وحولها وبالتالي يتم طرح هاي الانفورميشن عن طريق إعازات إلى الدماغ ويتم التصرف على ضوء هذه الإعازات موتور رسبونس The nervous system can be divided into regions that are responsible for sensation الجهاز العصبي يقدر أقسمه إلى مناطق تكون مسؤولة على الحس الحاسة أو الحس أو الوظافة الحسية and for the response موتور But there is a third function that needs to be included هناك وظيفة ثالثة لازم نضيفها Sensory input needs to be integrated with other sensations الدي انقرارات الحسية لازم تكون متكاملة مع الأحاسيس الأخرى as well as with memories مع الذكريات و emotional state الحالة العاطفية or learning اللي هو التعلم أو الإدراك Some regions of the nervous system are termed integration نيروتا كامل or association areas The process of integration combines sensory precipitations and higher cognitive functions such as memories and emotion العاطفة والحس to produce a response حتى ينتج إجابة هسا راح نيجي على Diagnosing nervous system conditions أدي أكو حالات أيضاء في شون أشخصها بالجهاز العصبي الموجود بداخل الجسم There are a number of tests and procedures to diagnose conditions involving the nervous system هناك العديد من التحاليل والإجراءات اللي يديها على موت أشخص الحالات الموجودة بالجهاز العصبي In addition to the traditional x-ray A specialized x-ray called Fluoroscopy examines the body in motion يفحص الجسم وهو بحالة حركة Such as blood flowing تدفق الدم خلال الشرعين الارترى according to the NIH اللي هي National Institutes of Health معاهد الوطنية الصحية Other standard Neurological examines include an MRI Magnetic Resonance Imaging CT Scan and Electroencephalogram اللي هو EEG which records the brain's continuous electrical activity اللي هو يراقب أو يسجل الحركة أو النشاط المستمر للبراين تمام Positron Emission tomography is a procedure that measures cell or tissue metabolism يجراء قيس أو اللحظ به اللي هو المدى الكمية العيد الموجود بالنسيج أو بالخلية and brain activity ونشاط الدماغ to detect tumors or disease tissue or tumors الموجودة بال جسم the NIH noted اللي هو قلنا National Institutes of Health وضح هذا الشي a spinal tap places a needle into the spinal canal بداخل the spinal canal خلي the needle to drain a small amount of cerebral spinal fluid حتى أحصل على كمية قليلة من سائل النخاء الشوكي is tested for infection or other abnormalities according to the NIH وعلى مود أفحص أشوى هاي الطريقة أفحص أو ألاحظ أن أكلك عدوى أو abnormalities according to the National Institutes of Health هسا رح نيجي على الأمراض الموجودة بال nervous system تمام أول مرض عدنا الطلاب اللي هو epilepsy in which abnormal electrical discharges from brain cells causes seizures مرض الصرع in which حالات خاصة يكون abnormal electrical discharges أفرازات كهربائية غير طبيعية يتم طرحها من الخلايا الدماغ اللي يسبب النوبات الصرع seizures تمام رح نتعرف على النوع الثاني اللي هو Parkinson's disease Parkinson's disease which is a progressive nerve disease that affects movement ويكون مرض عصبي متقدم جدا ويأثر على الحركة تمام multiple sclerosis in which the protective lining of the nerves تمام is attacked by the body's immune system حيث يتم مواجهة البطانة lining الواقية للعصاب protective nerve is attacked by عن طريق body's immune system الجهاز المناعي للجسم تمام هذا ال MS رح نجح على المرض الرابع الأمايو trophic lateral sclerosis ALS also known as the carex disease اللي هو التصلب الجانبي الضموري ALS is a motor neuron disease which weakens the muscles يضعف العضلات and progressively hampers physical function ويعيق تدريجياً أو بصورة مستمرة الوظائف الفيزيكاً البدنياً Huntington's disease which is an inherited condition that caused the nerve cells in the brain to degranate لفو degenerate معناته تتحول إلى من أفضل إلى سيئة معنى طاعة الدهور تمام H is an inherited condition حالة وراثية that caused the nerve cells تسبب للخلايا العصبية بالدماغ بالتدهور تمام Alzheimer's disease which covers a wide range of disorders that impacts mental functions particularly memory أكثر شيء تأثر عليه هذه أو يعيق الوظائف العقلية أكثر ما كان بها يكون الميموري ذاكرة أمام بصراء أي الميموري أيضا أي تدهور بصر 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 disorders such as stroke which occurs when there is bleeding on the brain. من يكون هناك نزف بالبراين or the flow to the brain is obstructed. وإننا أيضا الانترانسيينت اسكميك اتاك which are many type strokes that last a shorter period of time but mimic stroke symptoms. هي عبارة عن سكتات دماغية بس تكون قصيرة من الوقت shorter period of time but mimic. لكن تحاكي الاعراض السكتة الدماغية التواجه الانسان. and عدنا اخر النوع من الامراض الموجود بالنервيس system. اللي هو السابراكينويد هماراج. which is specifically bleeding in the space. يكون هو صورة ادق المكان ما الوكيشن بين ال space between your brain and the surrounding membrane that can be the result of a trauma نتيجة عن صدمة او rupturing of a weak blood vessel. او تمزق لبلاد فزل يكون ويك ضعيف. وادمو ضعيف. infections such as meningitis encephalitis polio and epidural abscess can also affect the nervous system مثل ما وضحت ال NIH noted. الميلانجايتس اللي هو التهاب السحاية والانسيفالايتس اللي هو التهاب الدماغ وشلل الاطفال والخراج موجود بالدماغ والاخرهي can also affect the nervous system يأثر على الجهاز العصبي. احنا هنا اخذنا كمراجعة تكون سهلة وبسيطة للمادة مالتنا. اخذنا nervous system وعرفنا شنوه nervous system. وقلنا شنو مكونات nervous system اللي هو central nervous system والperipheral nervous system وعرفنا nervous tissue man يتكوونه two major types of cells نوعا من الخلايا اللي هي neurones قلنا والقليل cells وعرفنا grey matter والwhite matter وعدي types of neurons ثلاثة انواع اساسية قدنا نصنفها للخلايا العصبي اللي هي multi bipolar والبايبولر وسيدو يونيبولر واخذنا الفنكشن مع ال nervous system واخذنا الطرق اللي قدر اشخص بيها الجهاز العصبي واخذنا الامراف الموجودة بالجهاز العصبي اتمنى تكون محاضرة سهلة لكم طلاب شكرا لحسن الاصغاء والاستماع نشوفكم ان شاء الله بالاسبوع المقبل مع السلامة اشتركوا في القناة